السلام عليكم ومرحبا بكم معي في قناة وكنتمنى ان شاء الله تكونوا في صحة جيدة تكونوا بخير وعلى خير وانتوما كتشاهدوا هاد الفيديو واليوم ان شاء الله وصفتنا عبارة على طاجين دي الحم الغنمي بالبصلم عسلة اللي كان عسله بحال هكا بوحدها كان طيبه الطاجين بوحده اللحم كان طيبه بوحده كان اعطيه وقته في الطياب كان نقص عليه البوطة وكنخليوهي طيب وكنديرو بالبرقوق بصلا معصله والبرقوق وزبيب يعني اللعنب ليابس كي يجي بنين وكي يجي لديد هو الطاجين الى بغيتوا تديروا هديك الحديدة اللي هو تحت الطاجين وتنقصوا علي العافية راه هضغية كي طيب الحم ما كيتعطلش معانا انا غادي ندر دروب شوية اللوز وبسم الله غادي نبدا معاكم المقادر هنا غادي ندر الطاجين ديانا اللي فات تدرت فيه شوية ديال المغ في الاول باش ما يتفرقعش خصوية الماء يكون سخون باش ما يتفرقعش لنا الطاجين ديانا وكندير هنا يا واحد جوش كيلو تقريبا ديال الحم وانتو ما كتدرو القياس اللي بغيتو صافي وكنحطوه هنا كي نمشي نوجد البصلة غالي نوجد واحد جوش بصلات وكندير هنا واحد شوية ديالزيت حكا سكت المعالقة ديالزيت لان الغمي كتكون ميدومة هنا كنوجد جوش بصلات سمش اللوضين كنقطعها بحل هكا مرصوة صغار وكنعود نقطعها رقيقة بزغيك الدوب لنا الطاجين كنصمر على البصلة ديالنحسة كنطيبها بعد ما قطعنا البصلة كلها غدي نجيب واحد لها ثلاثة الفصوص ديالتوم كنديرهم في اللول سننعصرها التومة صافيو غدي نجيب البصلة هنا غدي نخويات البصلة بعد ما قنوزع التوم فوق الحم وكنصد عليه وكنخليه شوية حتى كينزل وكندير الملاحة حسب الطوق سبطاجين كيكون مالحو حلو ما تنقوش الملح باش ميجيش كتير الملح عادي دبا نبدأ نحركو راه بدكي طيب بدكي يتشحر عفوا وخاكي بالين هكا الطاجين راه عمر بالحم لان الغنمي كترجع عرا شوية غدي تبدأ تدبال تبدأ تنزل بدكي تشحر الحم فاديك المميها والبصلة وغدي نجي نصوب شوية دين العطرية غدي نجيب شوية المدافي وكندير شوية القرفة حسب نص معلقة رسل معلقة دين اللي بزار وكندير حسب معلقة صغيرة دين الكوركم او الخرقوم البلدي وكندير سكنجبير حسب معلقة صغيرة ولي عندكم زافرة نديروها أنا ما موجودش عندي مادرتوش تهوكي ينسم الطاجين بوحد نسمة رائعة وهنا كنديرش فيدي العسل أنا عندي هنا العسل الطبيعي وانتو مرة كنديروا العسل اللي موجود عندكم إلا ما عندكمش العسل كنديروا أحد معلقة صغيرة دين الساندة باش كتنسم كتعطي الحلاوة والطاجين ما بين مالح وحلورة كي يجي رائع هنا غدي نجيب ذيك العطرية والماء يكون سخون باش ما يسفرقعش لنا الطاجين وباش للحمد غير طيب دائما نديروه لما مغلي ولو نديرو تسل طنجرة ستقط نغلي والماء ده باش نديروه راه دغير لحم كي طيب وجربوه احنا خلينا الطاجين كي طيب غدي نجي ندير واحد غدي ندير الكوكوت أو طنجرة ستقط وقدير هنا واحد ربعات الحبات ديول بصلة كبار باش غدي نشحرهم ونخليها تسل كندير اصل مع القاتلي بزار كوركم أو الخرقوم البلدي يعني العطرية اللي كندير في الحم هي اللي كندير هنا في البصلة ورسل مع القاتلي سكي جبيرا كيتواتها مع الحلاوة شوية القرفة انا ما عنديش قرفة عواد الى كانت عواد ديروا القرفة عواد احسن وهنا كندير حجز معالق ديول لاسل احنا غدي نطيب وعير باللاسل وغدي نخليها تسل على خطرها كندير هنا نسكس قريبة ديول الماء لانا غدي نسد عليها في اللول حتى الدبال كنسد عليها 11 دقيق باش ضغيات توجد معانا عدا باش نحلو عليها وغدي نشحرها كنحرك التوابيل مع البصلة ومصلة انا مقطعها مربعات صغار صافيه غدي نشعل عليها ونخليها الطيب طاجين لانا بذكي الطيب غدي ندير واحد القبعطة ديال بقصبر انا هنا في البصلة ما دلتش الملحة وما دلتش الزيت احترك الطيب الطيب اللولى وعلا باش كندير شوية الملحة وكندير الزيت فاش غدي تتحمر ثم اشوفوا معي غدي ندير ملحة كندير حسب ثلاثة المعالق البيض نباتية وغدي نبدأ نعطيها دبان شحرها بحلاكو كنعطيها وقتها كنقص عليها البوطة شوية وكنخليها كطيب هي كطيب وهي كتشحر وكتنشف من الماء كنستعمروا بحلاكو في التحريك وكنعطيها وقتها ايه تشحرات انتم اشوفوا اللون ديالا كيف شو الله هي كتبخر من الماء وهي كتشحر كتعطي اللون وكتتحمر انتم اشوفوا معي قد نزيد شوية باش تشحر بزيان هنا غادي نجيب واحدة نجرة صغر كندير فيهم العنبية بس او الزبيب وكندير البرقوق كندير فيهم معلقة معلقة ديال الزيت هنا كندير معلقة ديال الساندة في البرقوق وهنا كندير عمص معلقة لان الزبيب كيكون حلو زيت في الحلاوة لما بغيتوش قاعد تديروا الساندة ما تديروهاش كندير القرفة صافيو كندير مميها على باش كيطيبوا كاس ديال المكاس كنقص عليهم البوطة وكنخليهم يطيبوا على خاطرهم كيتعسلوا صافيو غادي نحطهم فوق العافية نقص عليهم العافية نحن حطا جين ديالنا هو وجد البصلة ديالنا وجدات انتم مشتوه معايا اوه خليتو شوية حتى برد وعادة باش غادي نحط عليه هالا لانه كيبقى شد السخونية تقربين واحد ثلاثين دقائق كيبقى سخون هناك نحط البصلة اوه خليتو اوه خليتو كيبقى سخونة لانه اوه خليتو انتم مميكين صافيه كنجيب شوية اللوز مهرمش كندردرو هكا من الفوق لأن أولادي كيبغيوا بحل هكا اللوز كيكون مهرس انتم ما نبغي تديروه الصين ركا تخضرو به الصين صافي هالطاجين ديالنا وجد ونعجبكم الفيديو شاركوا في القناة وما تنسوناش باللايكات باش دائما ان شاء الله توصلوا بجديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا